الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله طبعا هذا صوت أذاني صلاة الجمعة في شتى أنحاء نيوزيلندا منقولا عبر الإذاعة وتلفزيون إنه يوم المشاركة في تشريع ضحايا لجوم الإرهابي على المسجدين في نيوزيلندا والتي راح ضحيتها خمسون شخصا الألاف توافدوا للتضامن مع أسر الضحايا وتجمعوا في متنزه أمام مسجد النور للمشاركة في جنازاتهم وقفوا دقيقتين صمت رئيسة الوزراء جوسيندا أردن كانت من أبرز الحاضرين في مكان التشريع وقد ألقت كلمة طبعا أتت مرتدية الحجاب الأسود وهذا ما طالت النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان هناك دعوات للنساء والرجال لارتداء الحجاب تضامنا مع الجالية المسلمة من نظمت الحملة هي ثايا أشمن تقول سواء كنتم في المنازل أو في العمل أو المدارس ندعوكم جميعا إلى ارتداء الحجاب باللون الذي تفضلونه ووضعه سواء على الرأس أو الكتفين بالنسبة للرجال الحملة لقيت استجابة من عدد كبير من الناس وضعوا صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي هنا بالحجاب كما ترون إحدهن مثلا هذه الشرطية الواقفة بالمتنزه مع الحجاب والبندقية ووردة حمراء على سترتها مذيعات التلفزيون لبين الدعوة أيضا وكما ترون هنا بالحجاب وأيضا المراسلات صحيفة ذا بريس كتبت على صفحتها الأولى سلام بالعربي ثم أدرجت أسماء الضحايا بالاسم خمسون اسما مع أعمارهم أيضا والتعليقات أتت متضامنة بالفعل أحمد القحطاني أوضحت نيوزيلندا حكومة وشعبا أنها نموذج مثالي للتضامن والتسامح الديني الحقيقي بعيدا عن الشعارات الزائفة والتكسبات الإعلامية وسيبقى هذا الدين عظيما إلى قيام الساعة بسمه رئيسة نيوزيلندا كم أنت مرأة رائعة متواضع حنونة وقفتك مع أهالي الضحايا ومع كل المسلمين المتأثيران بهذه الحادثة بكلامك وخطاباتك التي تبدئيها بالسلام وآية من القرآن خففت علينا وعلى أهالي الضحايا مصيبتهم حسن والله إنها أفضل من تعامل مع الحادث الإرهابي بشكل غير متوقع أن يحصل هذا في أوروبا فقد قامت بتعويض أسر الضحايا وجلب ذويهم مجانا وإرسال جنائز بالمجان وسنت قوانينه ضد الكراهية وحمل السلاح سابرينا أنا فريحة في الطريقة التي أظهر بها للنيوزيلنديون الاحترام تجاه الضحايا المسلمين من خلال حضور مراسم الدفن عيوني أدمعت فرحا هل مازال هناك إسلاموفوبيا؟ تقول طبعا نختم هذه القصة برقصة الهاكا القتالية تحديا تقليديا من تراث سكان نيوزيلندا سكان الأصليين الماوريين تعبيرا عن التضامن مع الضحايا انظروا إليها تقول ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة